خالة هندا يسلموا إيديك الأكل كتير طيب والله وخاصة هدول البرك عن جد شي بياخد العل صحة وعافية يا ابني يلا مهند انت لازم تأكل النيح مشان تأخد دواك بعدين ساويت كل شي بناسب حميتك دسم وقليل وخفيف عم بأكل يسلموا إيديك يا أمي ها صبيتوا الشاي ارتاحي خالته خليني وزعهم لا يسلموا أنا أنا بوزعهم والله العظيم شغلة شكرا يسلموا إيديون عم حليق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بانا موفود من هون بيعطيك العافية شكرا مرحبا بابا مرحبا وينك الهلا كان عندي اجتماع وصل من المشفى اي من شوي اخوك حكم مع علي وهو اللي جابه بصير ايه مو بيدي والله كنت بالشغل كيفك عمي منيح تفضلي بقيت اتي اخد خمس قطع كروسان بالجبن لو سألت عيني مليت من قعدة المستشفى شوفناها شو مل وقت اللي طلع مهند من المستشفى صاروا كل الممرضات يبكوا وراه لك وحدة الدكاترا اللي منوضين ما رح ينسوه طول عمره حشتاك فزلك ولا ابدأ امور واخيرا مهند رجع على البيت اشتقنا لك يا لطيف حماتك شو بتحبه مرحبا ان شاء الله معزفت اهلك بالرياضي شرفتي ها وجاي ببانا معا لا تأخذونا تأخرنا بالاجتماع اليوم وانا اجيت معهم عشان اطمن على المعزف تلك ذوق يا بنتي تفضلي عادي معنا اهلا وسهلا شكرا رح سبلكن شاي لأشيك مطقوم شو بدي يساوي مجبور يا اخي كيفك الحمدلله انتي كيفك كتير طالق حلوها اللون عليكي شكرا اه اعطيني عنك كيفك جميلة منيحة شكرا على السؤال ايه ما قلت اللي ان شاء الله صرت احسن الدكتور قال لي اني مثل القنبلة الموقوطة شو ما بدك تقطعي لنا الكيك جميلة ها استنى لتخلص اكل لنشوف كيف طالع ولا لكم مو بهاي اعطيني اطعم انه لو سمحتي شكرا دوقو شي طيب لازم تدوقو عن جدنا اجح تير معه يسلم وليدين لا انا ما بدي ما بوسق بشغله ما بعد شو بتكون حطة فيه هتطلق فيها سم والله مقبولة منك عن جد شي بفرح القلب شايفين يا ولاد ما احلى هالجمعة ذكروني بزمان وقت كانوا يرجعوا من المدرسة اجتمعوا ويعدوا يكتبوا وظايفهم بس تطلع خالي هندة من القوضة كنا نوزع وراء الشدة مولكل انا وجميلة كنا ندرس مين بدو شاي كاسي مليانة شكرا جميلة انا بدي صبيلي فعلا هالبنت عنده وشة كتير مميز ايه مظبوط معكها عنده جاذبية وكتير حلوة والاهم وش جديد بمجال الاعلانات شوف هالنظرة قديش همعبرة بابا شوف من حصل حظنا انه لقينها انت اجيتوا عالبيت اه اهلين حبيبتي من شي خمس داية وصلنا بس كيفك فيروز؟ انا مو منيحة ابنك بدر ترك كل امور الحفلة فوق راتي لا شو هالحكي هاد انا جبتلك احسن شركة تنظيم مش هان يساعدوكي بعدين هالشي اختصاصن انا راح اترككم وروح وانتو فيكم تاخدوا راحتكم مهم شو هادول؟ هادول الصور تبع جميلة بالستيديو شو هالمسخرة هي؟ يا ريتك لو تهتم شوي بخطبطنا متل ما عم تهتم بصور هالبنت شو سويلك يعني؟ هي الوش الاعلاني لشركتنا؟ الله يلعن الساعة اللي شفنا فيها وشة خيروز يعني انت ما عم تخجل من حالك؟ قربت حفلة خطبطنا وانت داير ورا صور هاي الشرشوحة عجد انت تخنتها ممكن توطي صوتك شوي؟ عم حاول اني هدي حالي بدر بس والله اللي عم تعمله ما بعتقد انه في حدا ممكن يتقبله حياتي كل اللي عم بطلبه انك تهتم شوي نحنا مو كل يوم راح اصاوي حفلة لخطبطنا هديلي حالك شوي حبيبتي هاد اسمه عدم اهتمام خلاص حبيبتي اسمعيني اكيد ما في حدا اهم منك بس مضطرين نعلن موضوع الشراكي بحفلتنا ماشي؟ وطالما هالبنت ممثلت الدعاية راح تكون موجودة معنا بالحفلة بس لكم دقيقة هادا كلشي لا تتوتري لو سمحتي بتسمي هالبنت راح اضلت تفتل طول الليل بالحفلة ورح تخطف الأضواء مني ما حدا راح يخطف منك شي يا روحي بعدين عيوني راح اضل عليك كل وقت هادا ما بيكفي يلا ورجيني ضحكتك الحلوة يلا طيب شو رأيك نشوف قائمت المدعوين لاخر مرة طيب انا اصلا اليوم اجيت خصوصي مشانك والله عزبت حالك بدرباك اه فيروز بلا مسخرة شو كيف كان الاجتماع؟ عادي متعب لقيمت حتى ترتاحوا شوي والله هي هالشغلة كتير صعبة يعني كل يوم ركت بين الكلية والشركة انا خسرت كليان خلال هالاسبوع والله لك حاجة تشكي بقى انا شايفتك صير احلى من الاول جميلة لوين عندي شغل المهم اني جيت وتطمنت عليك مهنة الحمد الله على السلامة مرة تعني شكرا يلا بخاطركن يا جماعة بشوفكم شكرا حبيتي شاء الله اسلاموا ايديك اكيد رح نشوفك بالحفلة ما اكيد وانتي كمان رح تروحي على الحفلة والله مجبورة اكيد رح تنبسطوا كتير يعني هالجزق من شغلي الشراكة رح يتم اعلانه بالحفلة و جميلة رح تكون جزق من هالاعلان مو اكتر المهم رح تكونوا كلكم موجودين وتنبسطوا سوا ليش انتو ما رح تجو؟ نحنا انا عطيتو لمؤيد بطاقات الدعوة ليش ما عطاكن ياهو؟ مؤيد؟ مع مهند مهند؟ مم شكرا للك بانا بس نحنا ما فينا نجي ليش بقى؟ لانه مريض يا بنتي لا مو مشان هيك ما في داعي ليش عم تتطلع فيني هيك؟ انا بتمنى ان كنت جو مشان ما كون لحالي لو سمحتوا ان شاء الله يلا بشوفكن يا جماعة خاطركم ما في جميلة جاي وصليك لا ما في داعي خليك مع السلامة جميلة اسلامي خالهندا بخاطرك عمو سم خاطرك عمو سم ازر احنا يعني شو بدنا نلبيس في السطان سهرة ولا ايش؟ مو شرط تلبيسي لباس معين فيك تلبيسي برايحك أنا برأي يا سمراء أنك تلبسي شيء أصير لفوق الركبة بالبألة بل جال اشتركوا في القناة